موسيقى نحييكم على الهواء مباشرة من استوديوهات 218 نيوز في البلاد ملف النفط وإغلاق النفط هذا موضوعنا الرئيسي والأساسي في حلقة اليوم في حلقة الليلة نبو نشوفوه من كل الأبعاد الحقيقية على الأرض الأسباب والتداعيات وكيف وسطت الأمور لهذه التعقيدات نبو نناقشوا قضايا تتفرع من أزمة إغلاق النفط على رأسها رؤساء المؤسستين المهمات في ليبيا المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وعلى وجه التحديد الأسماء التي تقود فيها المؤسسات ليش؟ لأنها أصبحت أسماء جدلية جداً زي ما يقولوا عند الليبيين بعد لحظات حينضمننا الشيخ السنوسي لحليق رئيس المجلس الأعلى لقبائل زوية حنسمعوا مننا وعندنا طبعاً أسئلة مهمة جداً بالخصوص على رأس ليش أغلق النفط وأمتى حيوعاد ضخ النفط نسمعوا اليوم وجهة النظر وجهة نظر التركيبات الاجتماعية والقبائل اللي قادة خيار إغلاق النفط للضغط مقابل تنفيذ مطالب معينة ومحددة وخلوني نرحب بالشيخ السنوسي لحليق رئيس المجلس الأعلى لقبائل زوية اللي نضمننا مغازي سعداء جداً وممتنين لقبولك الدعوة الشيخ السنوسي سلام الله عليكم نعم بداية نعم بداية الشيخ السنوسي الناس كلها تسأل شن هي الأسباب وحتى المجتمع الدولي طبعاً زي ما تعرف شن هي الأسباب اللي خلتكم تصلوا للمرحلة هذه لمرحلة إغلاق النفط وهل كانت في خيارات أخرى يعني البعض يتسأل يقول ربما كان في بداية أخرى باستثناء إغلاق النفط أولاً نشكرك على هذا السؤال ونحييك النفط النفط هذا ملك لكل الليبيين والنفط حق من حقوق الشعب الليبي ولكن نحن لسنا سعداء بإغفال النفط حكومة الصخيرات بدت بحصار على المنطقة الشرقية وعلى المنطقة الجنوبية أولاً حصار اقتصادي وحصار إداري وحصار مالي وحصار وظيفي حكومة الصخيرات هاللي أوصلتنا لهذا الوضع وقلنا مش مشكلة لعله وعسى أنه يأتي يوم ويرجعوا لتالياتهم ويكون فيه حلول بل بالعكس استمروا نحن الجيش اللي موجود هنا من القبائل الليبية ويعتبر جيش للشرق والغرب والجنوب يقاتلوا فيما أسمعهم بالليا يتحملون الفكر المتطرف العلاج حتى العلاج حرمين عليهم يعني وحرمين الرواتب على الضباط وعلى الضباط الأمن يعني شي غريب يعني هذا أحد الجوانب بالجانب الآخر نحن يعني مش مجرد إيقاف النفط عندنا ما زال فيه تصعيدات أخرى فيه تصعيدات أخرى في وقتها لو يعلم لأن الخطأ هل معقولة حياة كل الليبيين تحطها في خمسة كيلو دائري مصرف ليبيا والمؤسسة وكذا هل مركزية البغيثة ومستطرين عليها الميليشيات والإرهابيين والعصابات في بقعة ما تفتش خمسة كيلو متر دائري تكون حياة الليبيين كلها موجودة فيها المؤسسة الوطنية للنفط من يوم تأسيسها من السبعة وستين فيها قرار من فترة الملك رحيمه الله في بنغازي بنغازي آمنة ليش ما تجي مؤسسة الوطنية للنفط وترجع لبنغازي وتمارس وضحة طبيعي وأنا نوجه من هذا المكان لصنع الله إذا كان ابن ليبيا وتهم ليبيا وفعلاً ابن ليبيا صحيح فضل يجي للمنطقة الشرقية اللي فيها الجيش وفيها الأمن وفيها الأمان وفيها الاستقرار ويمارس حياته الطبيعية لكن هو رجل يحمل فكر هو رجل العداوة تجري في دمنا اللي يهدد فيه مشايفه القبائل الليبية بالإعدام يعني معتقد لم تحسبها صحيح يا صنع الله طيب حاج سنوسي شن هي ملاحظاتكم المحددة على المؤسسة الوطنية للنفط وهل عندكم أنت تكلمت على صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط هل عندكم اعتقاد أن صنع الله ساهم في مسئلة تهميش الأقاليم أو مسئلة عدم وجود عدالة اجتماعية زي ما تقول صنع الله مؤكد يعني ساهم في إقصاء حقوق الليبيين ساهم في دمار حقوق الليبيين صنع الله ساهم في طوريط الدولة الليبية في عقود وهمية صنع الله ساهم في أوعيد للدول الكبرى لمصالح لتحقيق مصالح اللي يحمل الفكر المتطرف بما فيه مو صنع الله عندنا حساب كبير معاه نحن حسابنا معاه قضائيا وحسابنا معاه عرفيا اي نعم طيب هل وجعتوا هل يعني وانت تتكلم على صنع الله وانت الآن الشيخ سنوسي لحليك انت أحد القادة اللي بدأوا في خيار اغلاق النفط انتوا أول من أغلق الحقول النفطية إلى آخرة هل قبلها حاولتوا تتواصلوا مع صنع الله تبعثوا لرسائل تحاولوا تديروا معاه جسر للتواصل للتفاهم والله حاولنا معاه نحن صنع الله نعرفوه منه هو مهندس صغير يذوع في شوارع بنغازي نعرفوه ما هو شديد عليه يعني هو شنو صنع الله الأقدار جاء بنا حاولنا تصلنا به وقلنا لا يا صنع الله راك انت ابن ليبيا وراك انت ابن بنغازي وراه الطريقة اللي ماشي فيها ما هي الصحيحة عندها الحق صنع الله لكن لا يحلم انه يكون مدير شركة يعني ممكن يكون رئيس توكا القيروحة مسؤول مؤسسة الوطنية للنفط يعني شنو هالثقافة الوعي اللي عندها يعني صنع الله لكن الأقدار جاء بنا والدعم الفكر المتطرف هو اللي وصل لها الدرجة يعني في الالفين وحداش كان ياخد في شناطي جماعة ما هوش شنو هو يعني صنع الله اي نعم طيب شيخ سنوسي هلو تشوفوا الآن وانتوا ما زلتم مستمرين في خيار اغلاق النفط هلو تشوف انه مثلا تغيير مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة الوطنية للنفط او تغيير الصديقي الكبير في المصرف المركزي حيجعل مسئلة اعادة ضخ النفط اسهل واسرع هل هذا هو الحل يعني هو فيه ان احنا عندنا شروط ان احنا عندنا شروط وللآن اغفلنا النفط لكن لم نرى اجابة يعني ردود ايجابية للآن يعني فيه ردود اجتماع ما اجتماع ما كذا الاخري احنا اول امس كان نلتقينا بمندوب ومتعد غسان سلامة وتناقشنا معاه البعثة الاممية هذا الحوار نعم نعم فيه منغازي وقلنا لان احنا على استعداد ونتناقشه معاكم لحل النفط نحن ما عندنا مانع اذا كان حقوقنا واجبات موجودة ما فيش مشكلة لكن جي تحكيله لحل النفط وعاصمتنا يحتلوها باموال ليبية واموال الشعب الليبي مجموعة من السوريين والاتراك الانكشريين عداء الامة العربية وتجي تقول لي انتفاوضوا باي قانون رقم سبعة اللي يقول ليبيا تحت البند السابع ممنوع عليها سلاح باي ليش ما طبقتوا هالقانون في احتلال الوطن عربي جايين الاتراك اللي الاصول التاتار والمغوليين من منغوليا جايين يحتلو وطننا يعني وين التغطية الدولية اللي يقول لها كنتم ممنوع عليك مسلاح وممنوع عليك اه وزور هبيين وتعرفوهم يعني نفهم منك وللنمقصود دمار ليبيا نعم نفهم منك حاش تنوسي ان مسئلة وجود المرتزقة السوريين مرتزقة اردوغان واخراجه من ليبيا هذا جزء من مطالبكم عشان يعاد ذخ النفط هذا اول مطلب هذا اول مطلب يطلع هما ويطلع من اللي جابوهم اذا كان فعلا امم المتحدة صادقة او المجتمع الدولي صادق خلي يرفعوا الشرعية من هالحكومة الارض اللي باقية فيها خمسة كيلومتر دائري يرفع عليهم او فيه برلمان والبرلمان هذا هو اللي الان شرعي فوضوا معاه ونحن جاهزين يعني بالعكس اتمنى غدا ان يكون مصرف ليبيا المركزي او موجود في البيضة حتى للشركات اللي عندنا اتصالات بيهم اللي متعقدين بما يسمى بصنع الله نحن بالعكس نحترموا كل عقودنا احنا ما وقفنا النفط عليكم اتفضلوا تعالوا خوضوا النفط وحولوا هالحسابات في حساب مصرف ليبيا المركزي البيضة وانحيي من هذا المكان علي الهبري راجل يعني كان من الجنود المجهولين يعني وقف مع برقة في فترة حصارها من حكومة راجل من معه طيب نحن في حصار منهم هذين لكن تورينا من حصار شن شكله طيب حج سنوسي ريت حتى المشاهدين يكونوا في الصورة شن هي المطالب المحددة هل تقدر تفصل لنا المطالب اللي هي مفروض تارت في تقريرك وفي تواصلك مع المجتمع الدولي مع البعثة الاممية مع الالمان سمي ما شئ نبقوا تفصل لنا في مسألة المطالب عشان الامور كلها تكون واضحة والله أول حاجة المطالب نحن دائرين فيها أمر مكتوب المطالب أول حاجة خروج هالعصابة اللي جت من تركيا حاجة من قبيل زي هذا تغيير حكومة الوفاق يعني نعم نعم وسحب الشرعية من هالشرعية المتهالكة بما يسمى بحكومة الوفاق جانب الآخر يعني نقل الآن المنطقة الشرقية آمنة نقل المؤسسة الوطنية للنفط ونقل مصرف ليبيا المركزي للمنطقة الشرقية حتى هاللي تول الآن سهموا إذا كان هم أنظاف سحي خليجوا هنا ما في حد يمسهم بالعكس نحن قاعدين نطالب بحق يعني لا نرضى ظلم أبدا جانب الآخر نبو حقوق اللي انت عارف يعني فيه كارثة من لها أكثر من 42 سنة الآن 49 سنة قصة المركزية يعني الليبيين عندهم مش مشكلة الناس تبي حقوقها ونحن نكون سعداء إذا كان كل ليبيا خضى حقا ونحن نحن الآن نعاني من ظلم لا نظلم يعني فليبيا تتمنى كل خير يعني طيب ونستغرب في حاجة يعني نعم عفوا استغرب في حاجة لماذا لم يتقوا الله الصراج من معه هالعصابة اللي معاه ليبيا اللي ربتكم ليبيا اللي قررتكم تجيبوا من يدمر ليبيا واقتل أبناء ليبيا من أجل تبقى في كرسي يعني هذين أين أخلاق يعني معقولة فيه بشر بالطريقة هذه من أجل أين كرسي يعني هل الكرسي اللي تو أنت قاعد فيه يشرف ما هوش يشرف الكرسي اللي الآن قاعد فيه لأنه كان كرسي يعني كله جثث ودماء شهداء من أبناء ليبيا ويتامة وأرامل وين تمشي من الله يعني هل هذا هل هذا أنت سعيد بي هذا نعم طيب هل مسئلة توحيد المؤسسات المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف مركزي هتكون جزء من مطالبك هي أصلا مؤسسة وحدة ما فيش مؤسستين يعني مؤسسة وحدة موجودة هنا يعني مؤسسة اللي دايرها الصراج وعصابة الصراج هذه مش مؤسسة هذه عمرها قصير ومصرف ليبيا ومصرف ليبيا واحد والفرع موجود في بنغازي وفي سبهة وفي سرط ومؤسسة وحدة لكن هذين يتلعبوا بالألفاظ يعني طيب شخص نوسي على فرض أن مصطفى صنع الله استجاب وجاءوا دار زيارة ونزال في بنغازي هل حيتم الاستقبال والتعاون معاه وابدى التفاهم على كثير من المسائل على فرض يعني بعد تقول برقة قال ما عمرها ذبانة دردرة بحر نحن إذا كان هو راجل يبب ابن ليبيا وابن ليبيا صحيح أنا مسعدنا مشي للتونس نجي ناويها ويتفضلوا بكرة نفتع وكل الأموال يجنها في مصرف البيضة لكن هو يعرف ما طالع من يده ويعرف ما فعل لم يتجرى طيب نسألك عن صديقي كبير رئيس المصرف المركزي والاسم يعني هو جدلي في ليبيا هل عنديكم اعتقاد أن المصرف المركزي بقيادة أو برئاسة صديقي كبير ربما هو يكون متورط في مسألة دفع أموال لمرتزقة أو مقاتلين أجانب يصلوا ليبيا بحسب تقارير الصحف الغربي بحسب طبعا تصريحات ورؤساء دول كبرى زي فرنسا زي روسيا الله يصديق الكبير هو أسباب البلا من اللي معطي الفلوس للصراج ومن معطي الفلوس للرهابيين ومن الآن يتصرف في أموال الليبيين بدون رقابة تقول الملك له من هو هذا صديقي الكبير صديقي الكبير هذا خش في نفق لا يعلمه ولا الله هذا جانب ولا في حد ينجيه من من دماها الليبيين اللي الآن تسيل وأول حاجة لو نجاه في الدنيا لم ينجاه في الآخرة يعني بعدين الصديقي الكبير هذا كيف العين العورة تكحلها ما تكحلها ما تنفعش فيهاش فايدة هذا ما فيش عزام يقول لك فلان عزو عليه وحي هذا هو برحمة طيب نعم الآن هذا سؤال للمستقبل شيخ سنوسي في حال أن ما تمش الاستجابة للمطالب أنتو حطين مجموعة من المطالب توحيد المؤسسات نقل المؤسسة لبنغازي توقف عن دعم الإرهاب إخراج المرتزقة إلى أخير البعض يقول أن هذه مطالب صعبة النديرة حكومة الوفاق في زمن قصير هل حيستمر إغلاغ النفط نحن لا نطلب من حكومة الوفاق أبدا نحن نطلب من المجتمع الدولي ونحن للآن ما زلنا صامدين وننتظر لو في إجابة حتى بشكل قابل للنقاش لو ما فيش عندنا تصعيد أخرى وفي حينها رح يعرفوه يعني مش النفط فقط ما زال عندنا تصعيد ثاني وهذا قرار الليبيين ليس قرار حكومة ولا برلمان ولا جيش لا لا هذا حكومة الشعب الليبي يعني الآن الناس عايشين في أمر الأمرين يعني الآن دولة فيها كل الخيرات وأهلها مستحقين الآن الليبيين تجوز عليهم الصدقة من أسباب هالمجرمين اللي الآن مزقوا الوطن وشردوا أبناء ليبيا الآن أولادنا متشردين في تونس وفي مصر وفي ليبيا حتى الآن عندنا نازحين في داخل ليبيا هالمناطق اللي فيهن الحرب يعني لتدمير طرابلس وتدمير مصراتها من هالمجرمين الذي لا يعرف الله خالقا إضافة على هذا أنت شوف ما داره في بنغازي الآن بنغازي مدمر أربعين في المية وين مجتمع الدولي وين اللي يقول يتشدق ويقول لا والله في حقوق إنسان وفي كذا وما أشبه ذلك لكن في نفس الوقت كل شيء في حينه كويس يعني طيب نعم نعم مطالبنا مطالب حق يعني مش ليس مطالب باطل أبدا طيب هل في تناغم بين مطالبكم ومطالب أهل فزان في جنوب الليبي تنسيق يا سلام أهل فزان هو في جنوب الشرقي وفي جنوب الغربي جنوب الشرقي وجنوب الغربي جزء لا يتجزى وأهل فزان أول من لبه هذا النداء وأول من لبه من الحريقة من ميناء الحريقة للزنتان وبعد الزنتان الحق للعطشان وحق للفيل وهذه الامتيازات اللي حدنا الحدود الجزائرية كلهم لبوا النداء وكانوا في المعاد يعني أنت الآن إذا كان جيت لغدامس غدامس حتى الموية نقصتها وقاعد عايش على بحيرة نفط يومت جاء السيل خض نصها وين شدينوا به النفط نعم عايشين به وبلاء طيب الآن في ضغط في ضغط كبير حاش سنوسي لحليك في ضغط كبير من المجتمع الدولي والدول الكبرى المهتمة بصناعة النفط زي الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة الأمريكية اللي قالت من المفترض يتم فتح النفط إلى آخره في حال استمر الضغط الدولي وشان حيكون موقف كم أولاً نحن نحن ما وقفناش النفط على شركاءنا في النفط ولا على الناس اللي عندهم عقود مع المؤسسة الوطنية للنفط نحن ما وقفنا عليهم النفط خليهم يجوه وعقودهم موجودة والنفط موجود وشرط أساسي هذه المبالغ تحول المصرف البيضاء بكرة يجي أخذوا النفط ما في حد يمنعها نحن ما وقفنا النفط من أصدقائنا أو من شركائنا أو من اللي عقود نحن نلتزم العقد شريعة العقدين نحن ملتزمين بهذا العقد لكن مش يجوه يخذوا النفط يمشي حطوه في صندوق اللي يمشي الأطراك الانكشاريين ويمشي الارهابين اللي يذبحوا بيه أبنانا لا بكرة خليهم يغيروا الحساب وخليه يخذوا نفطه ما عندناش مشكلة إذا كان هم منظاف سعيع يعني طيب حاج سنوسي البعض يقول الآن ويتساءل وانت طبعا انت على رأس القادة اللي مشوفي خيار إغلاق النفط وأول من أغلق النفط البعض يتساءل هل الشخص سنوسي الحليقة عنده ضموح سياسي في الخيار اللي يقود فيه في مسألة إغلاق النفط سبحان الله أولا أنا حقيقة طموحي صحيح في هذه الحياة أنا عمري سبعين سنة طموحي في هذه الحياة أتمنى ليبيا تكون آمنة ومستقرة وهناء ومن بيش ليبيا يكون مستحق والشعب الليبي تمرمد وتبهدل وتشرد من أسباب الإضعفاء النفوس وأنا أمنيتي وذكرني بها ويذكروني سياد المشاهدين قال ربي أعطاني عمر أتمنى أكون من الجامع للبيت ونتلى القرآن هذا اللي أتمنى مع عمر يتمنيت السلطة ولا نتمنى السلطة السلطة اللي توصلك لتقعد كيف الصراج هذه شذل لنا ما تشرف أعوذ بالله أعوذ بالله والعمر قصير يعني حتى ما تبقى شوي فالواحد يهمنا الوطن يعني يهمنا الوطن ويهمنا أمان الوطن ويهمنا هالشباب سنوسي الآن فيه سؤال طبعا هذا هو سؤال المستقبل جميعيها تساءل خصوصا المراقبين والصحفيين الغربيين وحتى داخل ليبي طبعا طبيعة الحال أمتى حيتم ضخ النفط من جديد أمتى حتفتحه السؤال المباشر نحن إذا كان بكرة شروطنا استوفى نضخ النفط الكورة ما عندنا هنا عندهم هم ونحن كلامنا مع المجتمع الدولي ليس مع السلطة السراج ما عندها شيء هذا هذا كيف غماز الظلمة من بيشوفها ما يشوفوش فيه طبعا عندها ولا حاجة عندنا نحن يعني يعني السلطة المطالب قبل الموجهة العالم عرف عرف نعم الموجهة العالم الربية عرف أن هذا النفط موجود في يد الشعب الليبي والقرار قرار الشعب الليبي وهو أمتى يفتح وأمتى يسكر وعرف السراج لا يملك إلا حقيبته وعويل اللي قاعدين في لندن اللي توا قاعدين غادي هالمجربين ظناهم بره من اللي موجودين في ليبيا هنا ظنا المساكيين والرقاد الارياح وأبناء الوطن الصحيح هذين اللي قاعدين هنا يدفعوا في الثمن لكن هما ابناءهم بره ما عندهم شيء هنا هذا بعد تصف في يدك تلقاه بره ما عندهش حاجة هنا حتى روش هالمعد وندعي الله سبحانه وتعالى للأمن والأمان وربي يوحد القلوب ومتهمنا إلا وطننا نحن اليوم تفقد أب تجد أب تفقد أم تجد أم لكن لو تفقد وطن لا تجد وطن يتبناك طيب حاجة سنوسي نعم هل حتكون البعثة هي جسر متاعكم للتواصل مع المجتمع الدولي يعني مطالبكم حترقوها عن ضرق البحثة الأممية نحن الأبواب مفتوحة مع الأمم المتحدة والبحثة ومع الأمريكان ومع الإنجليز ومع الفرنسيين والباب مفتوح للنقاش يعني أنت عارف صح النفط الليبي لكن من اللي بيشري يشروه هم حتى هم بقوا يضروا وإحنا لسنا سعذاء بالضرر لهم يعني لكن في نفس الوقت حتى هم مفروض يساهموا معنا لعدم ضرر الشعب الليبي هاللي جايين عشر ألاف من من أدلب هذي المغليين هذي اللي جايبين هم غادي شنو اللي جايين يديروا فيه هنا جايبين وردوا جايين يقتلوا في فليبيين ويستحوا نساءنا وين هالطرابلس فرض أي واحد تلقوه غادي في الشارع يضربوه رصاص بينكم وبينه وإنا مسؤول على الكلام اللي نقول فيه هذي الدماء محلال عليكم شنو جايين سوريين والأطراك يدوسوا فيكم في وسط شوارع طرابلس ما هي الرجلة هذي وقت الرجلة وهذي وقت الفزعة وهذي وقت الهمة طيب حاجة سنو سي تعيش بكرامة أو لا تعيش يعني طيب قبل ما نخطمه معاك عندك ديجيكتين لكلمة أخيرة أو أي شيء أنت تب تضيفها بخصوص مسألة إغلاق النفط والله أول حاجة نحن نفط نحن لا نملك نحن نملك حاجة وحدة نحن نملك إذا كان شروطنا نفذت ووجدنا شروطنا حتى غدوة نفتحه الكورة موجودة عندهم ولكن من هذا المنبر نوجه لكل الأخوة الليبيين راهوا هذا الموضوع كل الليبيين كل من عند عرق في جسمه من الدماء أبناء ليبيا يبدو يحس بهذه الخطورة يعني معقولة نعطه شرعية الواحد يمشي يجيب عشر ألاف سوري لذبح أبناء ليبيا من أجل هو يبقى في الكرسي يعني هذا عمره ما صار حتى عليما أقرأ في التاريخ ما رأيت مستوى هذه العمالة والدناء ولكن نحن حليفنا النصر وبإذن الله النصر على الأبواب وهم ما حليفهم إلا الفشل وليبيا دائما تبقى وحدة وحدة نحن أي واحد يفكر في تجزية ليبيا نعتبره زي تنظيم القاعدة ليبيا جزو لا تجزة ليبيا واحدة ومن هذا المنبر في اجتماع يوم 19 في ترهونة ندعي من جميع القبائل والأعيان والدكاترا والمفكرين ضروري حضور هذا ونحن ديما نفكر لأرواحنا ما نبوش من يفكر لها 19 فبراير عندنا كوادر وعندنا معاهلين وعندنا أخبة نعم 19-2 في مؤتمر ودعي لأمم المتحدة ودعي لاتحاد الأوروبي والجامعة العربية واتحاد الأفريقي كلهم دعينهم ويجوا ويشوفوا ما هو قرر الليبيين نبو قرار الليبيين ليبي ليبي بدون تدخل وبدون أي وصاية وهذا وين تنظف نعم نشكروك نشكروك جزيل الشكر الشيخ سنوسي الحليق رئيس المجلس الأعلى لقبائل زوية شكرا طبعا لوجودك معنا وممتنين طبعا لقبولك الدعوة الشيخ سنوسي الحليق نشكروك من جديد طبعا الشكر دائما للمشاهدين الكرام ما زلنا مستمرا معاك مشاهدين الكرام لكن فاصل قصير بعد فاصل في عندنا قصة مشوقة ومهمة جدا فاصل قصير ونرجع من جديد موسيقى في شخصية نبيكم التعرف عليها بعد شوي شخصية شاب ليبي في عزمة صورتنا في العالم سلبية للأسف صورتنا كليبيين سلبية بسبب سلوك لناس ميمثلوش في السواد الأعظم من الليبيات والليبيين اللي حبوا الحياة والتعايش والانفتاح على العالم والتضامن مع البشرية في كل قضاياها الإنسانية وسط اللي قاعد يسير كله من صناعة محترفة وممنهجة لصورة سلبية عننا نحن الليبيين بفضل وللأسف سياسيين ودبلوماسيين الليبيين سجلوا أعلى الأرقام في الفساد وفي الفضائح الأخلاقية في العالم الغربي في الدول اللي برا وسط هذا كله اتصدفنا في مواقف رهيبة وأخلاقية وإنسانية لشباب وشبات الليبيين يلفتوا في انتباه العالم كله قصتنا فيها الجزء الأخير من هالحلقة هي قضية شاب ليبي طالب طالب ليبي قصة طالب ليبي دار موقف عجيب موقف شهم وأخلاقي وموقف تضامني في أعلى مستويات أعلى مستويات التضامن قصة الشاب الليبي حافظ النمر اللي يقرأ ويدرس في جامعة في مدينة وهان الصينية المدينة المنكوبة اللي طلع فيها الفيروس متاع الكورونا اللي سبب فزع في العالم حافظ النمر طالب ليبي قرر البقاء والتضامن مع أصدقاء مع زمالاء مع جمعت مع سكان مدينة وهان المدينة الصينية قبل ما ينضمننا حافظ بعض لحظات من وهان من قلب المدينة المنكوبة الصينية هذه نشوفوا التقرير هذا ونرجعوا من جديد ونستقبلوا معنا حافظ بين آلاف المصابين ومئات الوفيات بفيروس كورونا في وهان الصينية حيث نشأ المرض قرر طالب ليبي يدعى حافظ ويدرسوا في علوم الكمبيوتر في إحدى جامعات وهان أن يتحدى الفيروس وأن لا يغادر المدينة ويتضامن مع رفاقه وجامعته التي يدرس فيها منذ أكثر من عام موثقا في فيديوهات نشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شوارع وأماكن عامة تبدو خالية من أي مظاهر للحياة إحصائيات الإصابة بالفيروس مع تزايدها كل دقيقة إلا أن حافظ يرفض الخروج من المدينة التي غادرها جل الأجانب مخافة الإصابة بالمرض وأوضح الطالب ليبيا الأسباب التي جعلته يرفض العودة إلى ليبيا رغم قلق ذويه رفع معنويات رفاقه لتجاوز الظروف السيئة وليس ذلك فحسب بل قرر أن يكني نفسه ووهان نسبة للمدينة ودعما لأهلها لتجاوز هذه المحنة والكارثة التي حلت بها قائلا ووهان منحتنا أوقات رائعة والآن هي تحتاج إلينا نحن نبقى هنا من أجلها إذن تبعت التقرير خلونا نستقبل حافظ النمر الموجود في مدينة ووهان المنكوبة المدينة الصينية اللي بؤرة انتشار فيروس كورونا اللي أفزع العالم كله سعداء بن ضمامك لنا حافظ النمر وبداية طمننا وطمن المشاهدين الكرام والمشاهدات على صحتك وإذا عندك تفاصيل أو معلومات على بقية الجارية الليبية الموجودة في الصين أهلا وسهلا أخي الكريم سعيد جدا تواصل معكم مشكوري جدا على المتابعة والاهتمام طالب حافظ أمر النمر طالب ماجستير في جامعة خبير تكنولوجيا تخصص هانس شبكيات واتصالات الصحة الحمد لله همور هانية الحمد لله همور تمام وأيضا الجالية الليبية طبعا بحكم أنهم جميع جلهم غادروا إلا ما عدا شخص واحد لحد الآن حتى هو متواجد معايا في المدينة وأيضا طبعا أنا تواجدي في المدينة هنا منذ أكثر من عام يعني تواجدت في المدينة هنا وبحكم تواجدي شراكت في العديد من الأعمال التطوعية في خارج في مدينة أهان وخارج مدينة أهان في مقاطعة مقاطعة أنخوي الحقيقة ذهبت إلى هناك مدة عشرين يوم لمساعدة أطفال الصغار لتعلم اللغة الإنجليزية وأيضا شراكت في كمرشد سياحي في برج الرافعة الصفراء في مدينة أهان هنا وهو برج إرث تاريخي في المدينة منذ أكثر من ألف وسبعمائة عام أثناء أثناء نعقاد الأمبيات العالمية العسكرية في المدينة نعم خلينا نسألك حافظ النمر وموقفك طبعا موقفك الأخلاقي الموقف الشهم اللي نحن نفتخر به كلنا الليبيين وانت أصبحت يعني الشخصية الآن الجميع يتكلم على هذا الموقف لكن هو البعض يتسائل يقولك أنه كان موقف انتحاري يعني كيف كيف أنت قررت أنك أنت تبقى في مدينة وهان المدينة المنكوبة اللي قاعد يهرب منها الجميع حتى الصينيين أنفسهم المدينة المنكوبة اللي انتشار فيها الفيروس المخيف هذا اللي دار المشاكل كيف قررت تقيت في مدينة طلع فيها فيروس قاتل مازال مش معروف شن سبل العلاج شن ألية اللي ينتشر بيها قرار كان عجيب بصراحة طبعا في البداية الحمد لله طبعا كان إيمان بالله سبحانه وتعالى فاتخذت قراري عن عدة أساب السبب الأول اللي هو دراستي مستمرة إن شاء الله حتى ونتم يعني المرض في حالة استمرار المرض وأيضا حالة ثانية بصراحة في المدن مديد أهان بتحديد تعرفت إلى العديد من الأصدقاء الصينيين بصراحة تعرضت إلى العديد من المواقف فصبوا معي وساندوني وساعدوني وكانوا معي كالأخ يعني وحسيتها يعني ثقيلة جدا إذا تركت المدينة وإذا تركتم في هذا موقف الصعب يعني لأن كلهم متوجدين في هذه المدينة ومن أغلب أصدقائي الصينيين لحد الآن عايشين في نفس المدينة وما زالوا مغدروهاش فشفتها ثقيلة مني إذا غدرتها بالعكس إن أنا بدرت بحاب نساعد حاب ندير حاجة للمدينة وطبعا بحكم أني نطالب ما عنديش الأمكانية اللي نساعد بها لأن طبعا حكمنا الجامعة منعتنا من الخروج والخارج بعد انتشار المرض طبعا منذ شهر تقريبا نعم من جديد هو لا شك أنه موقف أخلاقي تضامني في أعلى المستويات نفخروا به دائما كليبيين نحن سعداء جدا بالموقف هذا وأنك تمثل فينا وتعطي في ليبيا الآن في الوجه المشرق الحضاري التضامني اللي هو يتضامن وقاعد منفتح على البشرية وقاعد متضامن مع الصينيين في هذه النكبة وفي هذه الكارثة اللي هي حلت بهم حافظ قبل من أخذ معاك لو عندك أي رسالة وانت موجود في وهان المدينة الصينية لو عندك أي إضافة تبي تضيفها والليبيين والليبيات كلهم قاعدين يسمعون فيك الآن أكيد طبعا حبيت نضيف في إضافة أني غيرت اسمي الصيني إلى أوهان طبعا أي شخص يجي للصين هنا يجب أن يأخذ اسم الصيني طبعا هما أسماء اللغة الإنجليزية عندهم صعبة للنطق فكان عندي اسم آخر فطبعا بحكم أني طالب زي ما قلت لك لا يقدرش نقدم أي مساعدة معينة فجأت فكرة في بالي أني نغير اسمي الصيني إلى مدينة أوهان حتى يعني يشعروا الأهل أهالي ويشعروا أصدقائي أنهم معاهم شخص يعني وقفوا وقفوا معاه يوم الماء وهو الآن يقف معهم بتغيير أسمه إلى هذه المدينة ويقف معهم في هذه المدينة وفي هذه المهنة طبعا صادف صادف مع ذلك يعني صادف مع ذلك حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا ما كنتش به عندش به علم بس الرسول قال يعني أي مرض يعني خلاصة الحديث أن أي كارثة تحدث أو أي مرض ينتشر في أي منطقة لا تغادر هذه المنطقة فالحمد لله يعني كانت النوايا حسنة طيب وأنا أيضا أيضا المساعدة في أي شيء ممكن من قدمة لأصدقائي اللي ساعدوني هم في المرض إن شاء الله طيب في أقل من دقيقة حافظ النمر سؤال من شقين على السريع هل تواصلت معك أي حكومة ليبية وأنت موجود في وهان هذا الشيء وشيء الآخر هل خلاص أنت قررت معاش عندك أي اقتراح أنك أنت تطلع من وهان قررت أنك حتبقى للأبتية مشكور جدا أنت ذكرتني بصراحة السفارة الليبية تواصلوا معي الحقيقة في بداية شهر واحد في بداية شهر اثنين عذرا منذ تقريبا اسبوعين تواصلوا معي إذا على أساس إذا أردتم نعم لو تسمع فينا حافظ يبدو أن الاتصال للأسف انقطع الاتصال مع حافظ نمر الطالب الليبي اللي موجود في مدينة وهان المنكوبة المدينة الصينية اللي كانت بؤرة انتشار فيروس الكورونا اللي هو قاعد يهدد في العالم ويهدد حتى في المصالح الاقتصادية وفي اقتصاد العالم الآن نتكلم على ظاهرة خطيرة ظاهرة طبية علمية خطيرة ونتكلم على موقف عجيب وموقف شهم وموقف أخلاقي في أعلى مستويات التضامن الإنساني ترجم حافظ النمر الطالب الليبي اللي قرر أنه يجد مع أصدقاء ومع زملاء وقرر أنه هو يرد الجميل لمدينة وهان اللي احتضناتها وفيها جامعة وفيها أصدقاء وأستثتها وزملاء وصلنا إلى نهاية حلقة بلاد الليلة مع حافظ النمر نتمنوا لك دائما طبعا السلامة أخونا حافظ نتمنوا السلامة لكل الطلاب ولكل الجالية الليبية اللي موجودة في الصين نشكر من جديد الشيخ سنوسي لحليق رئيس المجلس أعلى القبائل اللي كلمانا في بداية الحلقة وشكر من جديد لحافظ النمر وشكر لكم طبعا لمشاهدين الكرام تحياتي أنا خليل حاسي وأيضا تحيات فريق عام البرنامج لبلاد نتمنى لكم أمسية طيبة اشتركوا في القناة